وصلت معاهم مرحلة إنهم يدعون عليك هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير اللهم صلي وسلم على نبينا محمد عادة نصول لكم تغطية ومنها الكلام لكن المرة هذه مش تغطية تجربة ومع مين مع أحد المتابعين طبعا السيارة هذه لأحد أصدقاء ابنهال الله يبارك له فيها إن شاء الله موديل 2023 تحت الفل مباشرة صراحة السيارة فيها مواصفات كأنها فل كامل اللهم أشياء بسيطة جدا تنقصها وحشرح لكم وسبقا غطيتها لكم أول ما وصلت هنا داخل المعرض والآن نعرف انطباع الرجال عن السيارة أسئلة كثيرة مشوقة جدا خليكم قريبين أول شيء الواجهة هنا الشبك المميز نفس تصميم الإنلاين والفتحات اللي في الجانب وأيضا لو تلاحظ هنا الشمعات أربع عدسات نفس فئة الفل كامل يعني كواجهة أمامية سيارة فل كامل فيها الرادار حساسات أمامية ومن الجانب عندنا جنود 18 نفس الموديل السابق بس عندنا المرايات هنا باللون الأسود اللامة نفس الإنلاين والكتل اللي في الأسفل باللون الأسود اللامة وأيضا الديفيوزر هنا في الخلف بالأسود اللامة مع الكتل الجانبي خلينا نشوف الداخلية الصرفية شوفة 16.3 ستارة جانبية وهنا الظهر وصلة وحدة أيضا فيه ستارة خلفية كهربائية فتحة سكبه نورامية يضاءة ليد فتحة تكيف خلفية أهم الفروقات هنا عندنا ما فيه نقاط عمية تداخليا هنا شاشة صغيرة لكن عندنا شاشة العددات فيها كاميرات محيطية عن المرايات الجانبية فيها كاميرات فالرؤية المحيطية موجودة في السيارة مقعد السائق كهربائي والراكب تحكم يدوي وفيه تبريد وتسخين للمقاعد الأمامية ومرايا فيها تعتيم تلقاي الآن نطلع مع الرجال ونكتشف السيارة أو بلا صح ناخد انطباعه عن السيارة وأيضا دردشة كذا كمتابع أهلاً وتهلاً أهلاً اسم الكريم؟ راكان سليم عدد راكان ونع مفهل طيب الآن ماشيين طريقة الحرمين طراحة اندمجنا مع الكلام وجلسنا نأخذ ونعطي إيش الأسئلة اللي أنا سألته حرجع لها بعد شوية بس الآن هو قدم لمقترح إيش هو المقترح يا أخ راكان إنه هو سعار السيارة الدولية يعني نذكر الأسعار هذه من ضمن التغطيات يعني الله الله هذا شيء كويس أنه في ناس تستيل السيارات بعد فترة يكتشف أنه سعارها سيانة جداً آلية أيها فهذا ممكن تأثير عليها باستقبل ما يشوف السيارة في وكالة بالطالة يسوي بره وتصير مشكلة بأيما حلو حلو يعني نأخذ المقترح تبعك بعين الاعتبار وإن شاء الله التغطيات القادمة بإذن الله بإذن الله صراحة مقترح جميل أيش المقترح الثاني أو النقط نقط بناء طبعاً إذا عندك أسعار السيارات طيب بالفئات أوكي بالفئات أنت تتابع قناة الثانية فلوقات السيارات أتوقع ما تتابع أي شخص كار فلوق فلوقات السيارات أعرف قناة لك أنت أوكي أنت من عشاق السوسو على كده طيب الميم على فكرة أنا يعني عندي قناة خاصة باسم فلوقات السيارات القناة هذه متخصصة فقط سيارات جميع أنواع السيارات وقناة أبو نهال حق السوسو فبالتالي إذا أنت دخلت على أي تغطية من التغطية الأخيرة يعني في الأيام الأخيرة نسبة 99% من التغطيات هذه موجود فيها السعر السعر الابتدائي والسعر النهاي اللي أعلى فيها مثلاً أحياناً أقل شيء سعر الفئة اللي قاعدين نصورها في الأول والأخير الهدف من التغطيات قدر الإمكان نوفر عليهم الوقت والجهد بالمختصرة مفيدة طيب على طاري توفير الوقت والجهد هل من المنطق أنه واحد يروح يشوف تغطية اللي صانع محتوى ونوعاً ما صانع المحتوى هذا انبهر بمواصفات السيارة بتصميم السيارة وإلى آخره وأبدأ أعجابه لهذه السيارة فهل من المنطق أنك أنت تروح خلاص تأخذ على أعجابه تقرر تشتري هذه السيارة وإلى آخره طب إيش تقول أنت أنا أكون مقتنعي 100% يعني هو قدمي لي محتوى السيارة هذه اللي باقي عليه أنا كمالك أبتلك السيارة أروح أجرب جميل هذا يعني صحيح أني أقنعني أن يأخذ السيارة تشتريه التجربة في الأخير هي اللي حدحكم على كل شيء حال أنت تشتريه طيب فإيش رائق بالناس اللي وصلت معهم مرحلة إنهم يدعون عليك يقول لك يا أخي أنت تمدح السيارة الفلانية وزي كذا الله لا يوفقك سيارة طلعت فيها مشكلة ومدري قطعها غالية مدري إيه إيش ما كانت الإشكالية إيش رائك والله أول شيء الله يهديهم ثاني شيء هذا مشكلة فيك أنت يعني أنت كل ما تفديك وتجيبك هذا مشكلة صراعا لازم أنت تأخذ الشيء عن قناعة تامة بغض النظر عن صاحب محتوى اللي شاحق على السيارة الفلانية أنا ممتنع تماما أني أعطي استشارة لكن رغم ذلك رغم أني أنا بسوء تغطيها بشكل محايد رغم ذلك فيه تهجموات عجيبة كأني أنا المسؤول كأني أنا صانع هذه السيارة كأني أنا الوكيل كأني أنا ولي أمره أمور كثيرة جدا تتعجب منها لكن الحمد لله لكل حال أحنا كل اللي علينا نشتهد ونقدم نخدم الناس قدر الإمكان شيء أكيد أنه الخدمة لو أنا قدمتها لأحد مو شرط أنه الخدمة هذه ما تعود لي بالنفع ففي الأخير دنيا هذه أحنا متواجدين فيها نفيد ونستفيد فما يمنع أبدا أنه الواحد يستفيد مقابل أنه قاعد يفيد الناس برضو فأخذوا عطا شيء حلو طيب ختاما لرحلتنا ووصلنا لنهاية الرحلة الجميلة هذه الله يصيدك إيش انطباعك عن السيارة هذه إيش الشيء اللي أنت توقعت منها ووش اللي طلعت بعد ما امتلقتها يعني والله انطبع لوعة السيارة ما شاء الله تبارك الله ولا غلطة لبنته من مواصفات من سوادة ومن قيادة يعني شكل خصوصا شكل الثلاثة وعشرين يعني أنا كنت أستعجل في رمضان وحطلع الثلاثة وعشرين بس من حزن حظي أنه ما كانت متوفرة فأصبرت لعبة بعد رمضان وقلح الثلاثة وعشرين يعني لعله في الأمر خيرة لعله في الأمر خيرة تدري أنه الشكل السابق نتكلم عن الواجهية يعني التغييرات في الواجهية كثير لما صورت الان لاين قالوا يا ابو نهال نبغى الشبك هذا نبغى الصدام هذا نبغى نفس الواجهية هذه فسبحان الله دي حين ترى الموضوع صار سهل السر الواجهة هذه رح تتوفر بكل سهولة بحكم أنها صارت على كل السيارات مش فئة الان لاين فيعني فرصة لهم برضو هو كل الموضوع صدام وشبك قلت لني كنت السابق كنت امتلك برضو هونداي الانترا موجودة لان نحن الانترا موجودة طيب ايش اللي اختلف معاك بين السيارتين يعني ايش اهم الاختلافات اللي لقيتها كثيرة فروق كثيرة من شاء الله يعني كعجم السيارة موصفات السيارة كالقيادة نفسي يعني فرمي يسوك سيارة صغيرة سيارة سيداني يعني بي رساوة اكثر طيب في الأخير حابة اقول لك الله تخير ربك فيك شرها إن شاء الله بإذن الله تتهنى فيها وتشرفت فيك ومعليش خسرناك بنزين لا 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 يفيداك والله للأمانة يعني هذا الثاني موعد صح؟ الموعد الأول الجمعة اللي مو قبل ثالث موعد اوه كمان يعني تخيلوا من ضغط التصوير والله بقابل الرجال بس الفرصة ما تيجي يا إني متقروش في التصوير يا إني يا إني ومشكلة أنت تفضل يوم الجمعة يوم الجمعة تعرف يوم راحة الواحد بالضبط الحمد لله الحمد لله بتوفيق من الله قدرنا نجتمع اليوم والهم من كذا أنه هو قدري فيتكم وأيضا صراحة أنت يعطيتني اقتراح جدا جميل حاول بإذن الله طبق الاقتراح هذا نفس الوقت مهم جدا تطلع على قناة في لوقات السيارات عشان تشوف محتوى مختلف لأبو نهال أنا عشان تكون في الصورة حتى لما نصور سيارات غير سيارتي ترى أصورها تقطق يعني رحلة سفر تجربة يا شبست لك كذا هي المجيل السفرة أيوة لما سافرت فيها خط يا سلام يعني ما جبت تغطي عنها الله ما يشفلوك يا سلام لكن إذا تبغى أنت معلومات دقيقة عن السيارة وكل شيء بإذن الله حتشوف القناة والمحتوى بيعجبك بإذن الله حتلاقي المقترح تبعك موجود ومنفذ اللي هو موضوع السعر ففي الختام إن شاء الله إني ما طولت عليكم أقول لكم سبحانك الله وحمدك أشهد الله إلي الله أنت استغفرك وتيب إليك وكن مقتسما دائما وابل لا 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 أنت متابع جيد في أمان الله شكرا لكم